بس ليه دايماً عايزين تطلعونا شكلنا وحش لا مش حقيقي هقولك هشرح لك حاجة أنا عن نفسي ما بدأ البرنامج دا ايه ما بدأ مسارحة حرة ايه عارفة 29 سنة ما بدأ مسارحة حرة ايه محمد فؤاد نجمي ليه جمهورة عريض جدا عارفة 29 سنة 29 سنة وانت في الفن وبتتعدي من اول مثال صف الكويس اللطيف مثال مثال ايه فيه كام شاب ماشي وراك فيه كام واحد بيعمل زيك فيه قد ايه ناس بتحبك بتعمل زيك بتمشي وراك انت بالنسبة لهم مثل المشكلة عشان كده لازم الناس اللي بتشكل مثل لشبابك وانا اعتمالت ومشيت في الشارع لا طبعاً انت بتكلمين عليه بكلمك ليه ليه انا بسأل الاسئلة زي ليه انت موجود في برنامج زي دا ليه ممكن نجوم تيجي برنامج زي دا مش تقطيع هو مش مبدأ تقطيع من اجل التقطيع هو مبدأ شباب ماشي وراك ناس بتحبك ناس بتقلدك ناس بتعمل زيك بيمشوا ورا رأيك بتأثروا بيك طبيعي جداً ان انا حاول اعرف بتعمل ايه بتعمل ايه يا مونة صلى على النبي انت بين حين والآخر تبص لها الاعلامي نفسه يسمع رأيك يسمع رأيك نفسه يسمع رأيك انت بتحب نانسي عجرم بموت فيها انا بعشقها في حد ما يحبهاش اللي زع الأنغام في دا يعني ايه اللي زع الأنغام بقى اذا كنت قلت فيها كلمة كويسة ايه اللي زعالها لأنه انت نجم مش قولها طب ولما تضع نانسي عجرم تقولون انا بسمع محمد فؤاد متربية على صوته ما بسمعش غيره عمر دياب يزعل ليه طب خلاص عليه الصلاة والسلام وهي ما قالتش كلام كويس في عمر دياب يعني هي ما قالتش خلاص كلام في عمر دياب كويس هي ما تحترمش عمر دياب أنغام تقصد نانسي عجرم نانسي عجرم لأ ما عرفش نانسي عجرم بتعمل معها حفلات ولطاف جدا الستة بتقول بتعبر عن مشاعرها أنا بحب أنغام وبحب طيب وبحب وردة الله رحمة وبحب نانسي وبحب نجوة كرم وبحب بحب ناس كتير جدا وأحلام ومصطفى أمر وعلى عبد الخالد مين بقى في كل دول رقم واحد دياب وخالد ديه خالد ديه أنا مطلعه معاها في أمريكا الشكابيكا بسمعه في الهوكمان طيب مين في المطربات دول رقم واحد دلوقتي ولا أنت هتلبسيني تاني وعشان كله خلاص اتعلمت لا خالص كده أنت مش عديب عايزة نمرة واحد أيوة عايزة سيلن ديون لا في العالم العربي لا ناس كتير كويس رقم واحد ما فيش حاجة اسمها رقم واحد لأن أنا مش رقم واحد رغم أن أن اتشاور علي أن أنا رقم واحد كتير جدا فيش إلا واحد بس في دي في دي أنت ما تلعتش عديم الخبرة في دي أنت ما تلعتش عديم الخبرة بالنسبة بقى الرقم واحد وتشاور علي كتير رقم واحد دي حقيقة دي حقيقة وجي لي عاشها وجي لقابلي عاشها بص انت كلمة عديم الخبرة دي بس عايزة اسأل سوي أقولك أنا هبدلها لك بس بحاجة عشان ناس تفهمها يعني عديم الخبرة يا جماعة بالنسبة للأستاذة مونة هي خبيس لا هي دي لا خالص 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 لو عديم الخبرة الخبيس مش لا لا عندنا بوس إحنا عندنا وش اسمه مكار أنا عديم الخبرة عندي وش اسمه مكار أنا ما عرفش ده الخبيس عديم الخبرة يعني أنا واد مدأي يعني لا لا أنا مدأدة جدا والله ومترب في حتة ما يطلعش من أغير مدأدأين عديم أنا اللي بقولها أنا بوضح كلامي أنا بقول ده مش أسلوب مصرحة خالف ولا مصرعة ولا أي لعبة فضالي الله قولي يا بش قولي عكس الخبيس هو عديم الخبرة عديم الخبرة عندي وعلى مسئوليتي بقول كده عديم الخبرة هو اللي ما بيتعلمش من أخطائه اللي ما بيفكرش كتير قبل ما يتصرف اللي بيندفع شوية بشكل عاطفي زيك أقولك مفاجأ مش هتعلم من أخطائي ده أنت مصر ما إنك تعلمت دلوقتي ومردتش تقولي مين رقم واحد والله عمري ما قلتها والله تعلمت ومقول